بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين من مقتضيات إيمان المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن يؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى ومن هذه الصفات أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم العدل فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا دعوات تخرج من هنا ومن هناك في موضوع الميراث تساؤلات لماذا الأنثى هنا تفضل على الذكر أغلب الكلام لماذا الذكر يفضل على الأنثى مع أن الأصل كما سيظهر معنا في حلقة اليوم أن الأمر ليس بتلك السطحية وأن الله تعالى علوا كبيرا يميز مخلوقا على مخلوق أو يميز الذكر على الأنثى كثير من الناس يقولون نريد المساواة وفي ظنهم أن المساواة هي العدل بين الرجل والأنثى المساواة المطلقة يريدونها موضوع الميراث أو غيره لذا أحببنا أن نسلط الضوء في هذه الحلقة على هذا الموضوع للذكر مثل حظ الأنثين هل للذكر مثل حظ الأنثين هذه تحمل في ثناياها تفضيلا من الله سبحانه وتعالى للذكور على الإناث هل الميراث في كل حالاته يقدم ويفضل ويكون نصيب الذكر فيه أعلى من نصيب الأنثى هذه الأمور وغيرها كسيطرة بعض العادات والتقاليد على بعض المجتمعات في الميل على الأنثى في حرمان الأنثى من موضوع الميراث أنه هل هذا مع الدين هذا يقره دين الله سبحانه وتعالى أم لا حول هذه الموضوعات وغيرها كونوا معنا بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الكرام نرحب بكم في أنوار الشريعة ويسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور غسان بدران المحاضر في كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية حياك لدكتورنا وأهلا وسهلا بك حياكم الله أهلا وسهلا بكم دكتورنا الموضوع لما نحكي فيه موضوع كثير مهم بما يتعلق بموضوع الميراث وكما تعودنا في كل حلقة مناخد رأي الجمهور في السؤال السؤال كان حول نقطة كثير مهمة وهي قضية بديش أقول الضغط في بعض الأحيان لكن الظرف الذي يقود الأخت في كثير من الأحيان إنها تتنازل عن حقها أو جزء منه للإخوة الذكور أخذنا رأي الشارع بنشوفه مع بعض ثم نعود لاستكمال محاور هذه الحلقة حرام لا ما تتنازل إلا من خطرها إذا هي بدها تتنازل تتنازل أما ما تتنازل ليش تتنازل اللي دشروا أبوك إليك والأخوك ليش يعني الحين على فكرة بيحب الشخص أخوها يتنازل لأخته كذب لا 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 مش لازم تأخذ ولا إشي لأنه الولد أولى من البنت لا بطلع لها الوحدة حق أهلها زي ما أخوها زي ما هي كيف أنه قانون أنها بطلع لها لا بطلع لها أنت وآيو بس إحنا ها لا أعوذ بالله آه لازم البنت أنها تأخذ زيها زي أخوها لا إشي منها يعني يرضوها يرضوها يعني نتأخذ حصتها كاملة مكملة ما لا حتة لأنه هي أولى بمصريات أبوها من غيرها هي أولى وهي أحق أن تأخذ مصريات أبوها زي ما نقول بنرجع وش للدين الدين الإسلامي شو بقول للذكري مثل حظلوا ينتين ولكنا مشين على الصح وعالدين ما نكتنش وضعنا هيك أصلا لأنه في الشرع ربنا شرعه وإذا بدوه جو أحد يرضى بشريع ربنا معانته مش مسلم ولا هو عنده دين أصلا وقصة أنه تسامح وما تسامح هذا كله زي ما قلوه هذا حق عدقون يعني بس مشان يعني صورة من برة ولا هو من داخل من جوه فيش وعده يسامح بحقه لأنه الوضع اللي إحنا فيه لكل واحد أخذ حقه وتوزع الميراث بالشكل المزبوط تلقى فيش واحد فتن نرحب بكم مجددا فأهلا وسهلا بكم دكتورنا بالنسبة للكلام اللي سمعنا الكلام عادة سبحان الله لما ناخد رأي الشارع بقول شغلي أنه الكلام مراتة النظري بيكون نموذجي إلى حد ما مع أنه شفنا أحد الأخوات الحج الكريمة بتقول أنه إحنا ما بصير ناخد حقنا من الميراث وأنه هذا الذكور أولى في الميراث مع أنه هذا الأمر بصورة أو بأخرى يخالف نص قطعي بالشريعة الإسلامية بالبداية بشكل عام قضية التنازل هذا في بعض البيئات في مجتمعنا قد يكون بصورة ضغط بصورة غير مباشرة على الأخت إنها تتنازل هل هذا ابتداء الكلام وجه للذكور للإخوة هل هذا من الشرع في شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نسمعه من تعليقات أو اقتراحات أو كلام الناس حول هذا الموضوع كبقية أمور الدين هناك شرع وهناك واقع وعادات وتقاليد وربما تحدثنا في هذا البرنامج عن وضوع التقاليد في قضاء الأفراح والأحسان وما شابه ذلك لدرجة أن الدين يصبح هو العادة والتقليد وشرع الله عز وجل هو يعني ينظر إليه في وقت آخر إذا نظر إليه أصلا وتنساش هناك أيضا في الجهل يعني لما بتكلم الناس يعني هو شو معلومات في أمور الشرع عنده خاصة كبار السن الجيال السابقة اللي كان حظهم من التعليم أقل الآن عندما تقول إحدى لساء الكبيرات في السن حفظها الله هي حقيقة لا تفتي ولا تتكلم برأيها هي تتكلم ما عاشته سابقا وتعيشه الآن لما تقول أهل بنت ما تأخذ كيف دا تأخذ يعني حق أخوها يعني أخوها أولى يعني طيب هذا مش حق أخوها أولا حتى تتركه قضية كيف هو بأخذ حق أخته أخته أولى تلاحظ بين الحلال الحرام شعرة زي ما قال أحد الإخوة برضو اللي شفناهم وبيقول طيب هو بيجرب بتنازل عن جزء من نصيب ولا أخته هو مش بستعد يجرب أصلا مش بستعد يجرب لا لا الكلام واضح يعني لاحظ اللي بقول كيف هي تأخذ حق أخوها هو فعلا ما بصير تأخذ حق أخوها هاي كيف نحكيها لما أدعياء المساواة بين الرجل والمرأة و هي ربما لا تتكلم عنها إن شاء الله فيها الحلقة أو الحلقة القادمة أدعياء المساواة هي اللي بتأخذ حق أخوها لما تأخذ مثل أخوها فإحنا خلينا الآن مع الأصل والحق الأصل والحق هو كلام الله الحق هو الشرع والعدل هو الشرع وراحة الناس في الشرع والسعادة في الشرع لأننا بعيدين في معظم قضايا عن هذا الأمر لا نشعر لا بالراحة ولا بالسعادة ويبقى الإنسان يتسائل ويتخبط حقيقة الآن من الذي يحدد هذا حق الأخ أو حق الأخت أو حق الأم أو حق الأب أو حق أي أن كان الله سبحانه وتعالى دكتور منتصر هذه الأحكام من أين أخذناها نحن أحكام الشرعية من كلام الله عز وجل ومن كلام الرسول ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رب العز بقول في سورة النساء لاحظ سورة النساء وليس سورة الرجال ولا يجد سورة الرجال أصلا سورة النساء سورة ضعفاء لأنهم ضعفاء بحكم تكوينهم في جانب وبحكم استضعافهم فجاءت سورة النساء تعيد الأمور لنصابها للنساء للبنات للعائلة لكن الناس طبعا لا يحكمون القرآن في الأسف المسلمون إنما ما اعتادوا ونحن نتكلم بالتفصيل عند ورودها لأن رب العلم يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حط الأنثى تسمح لي أسألك دكتور هنا يعني كلمة أولادكم في ناس بيقول لك ليش أولادكم يعني ليش ما قال ليش أبنائكم مثلا أو قبلها يعني دلالة يوصيكم يعني إيش يوصيكم ليش ما قال يأمركم الله أو هذا أمر الله إلى آخره يعني هذه القضية يوصيكم أولادكم يعني إذا في مجال تركز لنا عليها شوي والآن الإنسان لو تفكر في الكلمات الموجودة في هذه النصوص الكريمة مجرد الكلمات ومعرفتها في اللغة العربية يستشعر عظمة الأمر فكيف إن فهم الأحكام التي تحتويها ما هي الوصية ومن الذي يوصيه الوصية معروفة أنها في الأمور المهمة وأحيانا تكون في خاتبة الأمر ومن ذلك الوصية للإنسان قبل أن يموت أو عند الإحتضار أو إن شعر أنه قربت نهايته عند ذلك يوصي بماذا يوصي هل تتخيل أن هناك ميت بالوضع الطبيعي بعقله أقصد ميت أن الإنسان سيموت نعم فيوصي أبنائه ديروا بالكم ما تنسوا تدهنوا باب الدار وصيتي لكم سفوا السيارة بالفي عشان الدنيا شوب وصيتي لكم لا يتخيل إنسان أن الوصية تكون ربما في حياته أمور مهمة ما تحط السيارة هون حطها هون لكن عند الموت تخيل إنسان مصاب بالسرطان نسأله العافية والأطباء أجمعوا قالوا له العمار بيد الله لكن طبيا علميا أنت لن تتجاوز شهر أو شهرين هذا الإنسان رح يعصر فكرة ما هي الأمور المهمة دنيويا لأهلي وعائلتي وأهم شيء هو سيغادر الدنيا ماذا سيفعل نسمي بينه بين رب العزة لا تتخيل حقيقة إنسان العاقل يفكر بغير هذه الأمور هذا في بوسيط الإنسان العادي فما بالك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بشيء يوصي لصحابته بشيء لما أمرهم أنه من ينفذوا بعث أو سامة في القتال لا شك هذا رسول الله كلامه أمر فكيف الذي يوصي هو لا يغادر هو حي لا يموت عليم خبير مطلع عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين يقول لعباده يوصيكم الله في أولادكم ثم الذي يوصي هو صاحب الأمر هو صاحب الأمر الأب يوصي في ماله ويوصي بأهله وبيل الله عندما يوصي لأنه مالك الملك لكن لاحظ يوصيكم الله في أولادكم أولادي والله يوصيني طب عادة الذي يوصي هو الذي الأمر له لأنه ليس أمرا طبعيا أن تقول لرجل أو أيضا لمرأة يعني تقول لرجل أوصيك بأبناك خيرا نعم يعني هذه العبارة حتى ربما تريد أن تعرجعها في اللغة كيف إنسان بقول لرجل عن أبناء ذاك الرجل أوصيك في أولادك خيرا يعني كأنه أحرص على والدهم عليهم من والدهم طبعا ولكن الحقيقة مقبول العبارة أن تقول أوصيك بأولادي خيرا أنا مسافر لأنه أنا الأرحم بأبنائي نعم هم الأقرب لي لكن الله يقول لعباده إن الله أرحم بأبنائكم منكم وأرحم بكم من أنفسكم ربكم خالقكم إلهكم يقول أوصيكم انظر إلى هذه الوصية كالجبل فوق قلوبهم من جانب لأنها أمر ورحم من جانب آخر ربنا يوصينا بكذا يا ناس ونيجب على ذلك تسأل البنة تأخذ زي أخوها ولا من تأخذ زي أخوها ولا يتنازع لأخوها ولا هذا يحرم أخته هذا سنأتي إليه الله يقول لعباده المؤمنين طبعا الأمر هنا للمؤمنين لأن غير المؤمن لأن يستجيب يوصيكم الله بماذا توصينا يا رب في أولادكم في أولادي أنا أنت توصيني يا رب لأنك أرحم نعم يا رب ماذا تريد هذا الذي أوص الله سبحانه وتعالى به هو الرحمة المطلقة هو الأنسب لهذه الأمة وأنسب لهؤلاء البشر هذه يعني باختصار نقدر نوجز بهذه العباة نعم ألاحظ هناك فيه هي الوصية تكون به وصينا بها وصية بالوالدين نعم لكن الأولاد الوصية فيه يعني شيء خاص زائد أنه تنساش أنه تعلق بالميراث في أمر أموال أولادكم أو ميراث أبنائكم الأمر إذن مرتبط بالأبناء مرتبط بالوصية مرتبط بالشرع أنه لا تغادر هذا المربع هذا الذي يوصي به الله هذه لو انتبهوا إليها الناس تكفي هاي يا ناس ما تناقش في الميراث هذه وصية الله لنا يعني الواحد دكتورنا إذا مات عزيز عليه والد وأوصى بشيء بيقولك لا هذه وصية الوالد ما بيصير أنك أنت تتجاوزها هذه وصية الوالد لازم تنفذها بحذافيرها فكيف بوصية الله موركت فكيف والله يوصي إذن الإخوة المشاهدون أخوات المشاهدات يا كل من آمن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يتكلم الله في هذا الموضوع يوصيكم الله في أولادكم لفظ العظم الآن الله الذي يوصي في أولادكم ربما لم يقل والله أعلم في أبنائكم لأن الولد تشمل الذكر والأنثى هي أصلا كلمة لغة في كلمة ولد في لغة العرب المولود يعني المولود لا تعني الذكر نحن نقول أن ولد وبنت تمهي البنت ولد يعني المولود كل مولودا ولد نعم تبدو كان المولود أنثى إذن هي ولد ولد نعم لذلك ماذا قالت مريم عليه السلام أن يكون لي ولد يعني لأن هي بتستغرب كيف رأى سوف تلد سواء ذكر أو أنثى لأنها غير متزوجة نعم استغراب كان مبدأ الولادة استغراب مبدأ الولادة أسواء ذكر أو أنثى فهنا يوصيكم الله في أولادكم لأنه هنا القضية للذكر والأنثى لأنه خلل الذكر مثل حضر الأنثى أين جائد والله أعلم لو قال أبنائكم ما هو الإبن من الرضاعة إبن نعم صح؟ فهذا لا يدخل في الميراث جميل فهو قضية أخرى أنه برضو في ابن غير المولود لكن هون المقصود المولود يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثى طيب دكتور اسمح لي لو النقطة هذه للذكر مثل حض الأنثى في ناس بيقول لك أنه حتى صياغ القرآن سواء في هذه الآية أو في أي أخرى بيقول لك وليس الذكرك الأنثى يستدل بها في سياقات أنه الله سبحانه وتعالى يفضل أو يقدم الذكر على الأنثى فكيف ممكن أنه من خلال الآية نقول لهم يا عم الموضوع مش هيك من خلال الآية معك أوسي القضية أنت لما بدك تشتري سلعة وحطها على الميزان خلينا نحن مع ميزان اللي فيه ثقل اللي بسمي العيار المعيار هذا المعيار وأنا بقيس عليه أنا بدي 2 كيلو سكر بحط معيار 2 كيلو هذا هو الأساس وهذا يقاس عليه فلما رب أقول للذكر مثل حظ الأنثى أنه المعيار صار الأنثى الأنثى يعني لاحظ الناس كمان لو انتبهوا غير يوصيكم الله يعني غير في أولادكم على الفكرة دكتور الآية يعني الآن أنت انتبهت فيها قمة الروعة يعني هو جعل الأنثى هي المعيار وليس الذكر الذي يقاس عليها هو الذكر وإلا للذكر ضعفوا الأنثى يعني لاحظ لكان قدم الذكر قال للأنثى نصف الذكر قال للأنثى نصف الذكر بتصير للذكر هو المعيار نعم وبرضو كل العبارات اللي بحكيها لن تكون أبلغ من للذكر يمثل حظ الأنثين لأن لو قلنا للأنثى نصف الذكر خطأ في اللغة هل الأنثى تأخذ نصف أخيها؟ لا نصف حظه إذن هي تأخذ نصف مال نعم أخيها برضو غلط لأن الأنثى لا تأخذ نصف مال أخيها فإن أخذ هو مئة هي لا تأخذ خمسين منه هي تأخذ مثل حظ نصف حظ أخيها يعني فيش أبلغ من كلام الله للذكر مثل حظ الأنثين والأبلغ المعيار في الميراث الأنثى حظ الأنثى بغض النظر ما هو حظ الأنثى للذكر مثل حظ الأنثين لأن كل الأنثى من كل ميراث لها حظ مختلف عن حظ الأنثى الأخرى هي المعيار هاي دكتور نقطة كثيرة بيقول يعني تغيب كأنها عن كثير من الناس وهي قضية أنه ما بيخطر في بالهم إلا أن الأنثى بتأخذ النص يعني يغيب أنه هناك حالات كثيرة جدا الأنثى قد تأخذ فيها مساوية للذكر أو أكثر منه سنتي إلى هذه القضية لكن لاحظوا البداية من البداية جعل الله الميراث هي المقياس ويقاس عليها يعني الأصل المرأة وما سوى ذلك يقاس عليها تلاحظوا الآيات الأخرى كان وإن كانت فوق ثنتين البنات يعني إلى آخر المرأة يعني هو فيه ذكور وإناث لكن مقياس المرأة هو الأساس للذكر مثل حظ الأنثين كم حظ الأنثين كذا فالمقياس لجانب الأنثى حتى لا يضيع الحق لأنه في الجاهلية اعتادوا في الجاهلية ما اعتادوا إنهم يتركوا حظ الأنثى الأنثى نفسها تورث هي كانت تورث يعني هي أصلا تأخذ ميراث توضع يعني ما لها حقوق أصلا لذلك لاحظ ربنا ما قال يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها هاي الموضع الوحيد لا يحل لكم أن ترثوا لأنه لازم تتغير الصيغة عن الناس كيف زي إن غضب الله عليه أن لعنة الله عليه إن كان مكذب وأن غضب الله عليها لأنه اللعنة في جانب المرأة سهل متعودة على اللعنة فتغيرت إن غضب الله عليها والعرب قضية إنه يخذ حق المرأة هذا إشي بسيط جدا طبيعي جدا بالعكس والبما يفتخروا إنه أنا باخد أحق ما إليك حق فما قال يحرم عليكم لأنه لا ينظروا إلى حرم هنا قال لا يحل لكم أن ترثوا حتى تيجي الصيغة بطريقة تانية ترثهم وهون للذكر مثل حظ الأنثين كأنه ابتداء قال الأنثى هي المقياس بلا عليكم الله سبحانه وتعالى الذي يجعل حظ الأنثى هو المقياس يظلم ثم من المتكلم الله كيف يظلم كيف كيف يا ناس يا عباد الله مثل ما يقول في قضية الإيمان بالقضاء والقدر هذا الركن السادس من أركان الإيمان اللي أوله الإيمان بالله والإيمان بالله يعني من ضمن الإيمان بالله وتوحيد الله أن تؤمي بأسمائه وصفاته فعندما تحدثنا عن القضاء والقدر انسيت أن الركن الأول الإيمان بالله من هو الله الرحمن الرحيم التواب اللطيف الودود الخبير الحكيم الخبير إلى آخره هذا سبحانه الذي هذه صفاته تسأله لماذا كتبت علي كذا ولماذا قدرت كذا المشكلة لهم بيفصر الإيمان بالقضاء والقدر عن الإيمان بالله الإيمان بقضاء الله وقدره الله هو الرحمن الرحيم التواب الغفور ودود الحكم العدل إلى آخر طالما هذه صفاته كيف أقول له كيف ولماذا وهنا نفس الشيء كيف أقول لله لماذا وكيف ولماذا مجرد أن تسأل رب العزة هذا هذه خالف أصلا العبودية عندما تقول لا إله إلا الله أنت هنا بتخالف لذلك الله يوصيني تعرف هنا بدون تفصيل الأصل كمؤمن بماذا يوصي ربي يوصي ربي أن يكون للذكر مثل حظ الأنثين سمعنا وأطعنا من الذي يقول سمعنا وأطعنا ابتداء الأباء الأمهات ثم الذكر ثم الأنثى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ثم هل في الآية هنا تفضيل بين الذكر والإناث ما علاقة التفضيل هنا هنا حكم شرعي كيف؟ انظر انظر كيف لا يوجد تفضيل للذكر مثل حظ الأنثين طب كانوا اتنين إخوة وكانوا اتنين خوات كم التوزيع؟ حسطين للذكر هاي أربع حصاص حسطين للأنثين هاي أربع حصاص ماشي؟ على أي أساس؟ على أساس الذكورة والأنثة كيف يعني؟ هذا الأخ حسطين الأخ الأول الأول والأخ الثاني أخذ حسطين الأخ الأول كان عاق لوالدي تماما والآخر كان براً بهما وكان في بيته وهو الذي قام بالشؤون مع ذلك هذا يأخذ حسطين وهذا حسطين أين التفضيل؟ لو كان التفضيل لازم السيء هذا ما يأخذ شيء بين الذكور نفسهم عاد عن الذكور والأنوثة الآن بالأنوثة قد تكون البنت هي اللي كانت بارة والأولاد الذكور عقين لو بيقولك هنا فضل جنس الذكور على جنس الإناث أنا أقول لو أخذنا مبدأ التفضيل كان لازم ينتقل أيضا في التعامل البنت هاي اللي بتأخذ النص فيها سيدي قد تكون هي العاقة عاقة تماما والأخ اللي هو اللي كان بارا فأخذت النص ممكن يكون بعض الناس يقول والله ما بتستهل النص كمان هذا نص نصيب أخوها يعني هي ممكن الناس اتركوا هذا الأمر ليست قضية هنا تفضيل لماذا عندما قال للملائكة وإبليس كان مخاطرا الزود لآدم هل كان هنا في مبدأ التفضيل وعدم التفضيل إبليس اعتبر ذلك فوقع في المحظور الذي يقع فيه الناس الآن وقع فيه إبليس إبليس قال أنا خير من خلقتني من نار وخلطه من طين الأمر هنا ليس تفضيل ثم من قال أن النار أفضل من الطين وبنع لها الأمر ولعن إلى أبد الآبدين بينما لو استخدم نفس مقياسه بقليل من التفكير لم أوقع لقال الملائكة من نور وسجدت والملائكة أفضل مني وأفضل من آدم وأنا مش أفضل من الملائكة لماذا لا أسجد لا أخذها بجانبه فالآن هم بيجي بغضوها من جانب واحد بيجي بقول لك هون تفضيل بين الذكورة والأنوث أن تهمي نفس الآيات ما بتفضل بين الذكورة والأنوث بعد كم من الآيات أولا كون الله يوصي الله لا يوصي بما هو شر ولا يوصي بما هو الظلم هذا ابتداء لكن أكمل لكن آخر الآيات من سورة النساء ونعود إلى السؤال الذي تتفضل آخر يقول رب العالمين فريضة من الله إن الله كان عليما حكيمة يوصيكم ونهيتها فريضة من الله إن الله كان عليما حكيمة هذه آيات الميراث تبقى الله عليم حكيم وفرض ذلك وأوصانا به هل بعد ذلك يجادل المؤمن بعد ذلك يبدأ يبحث عن الحكمة لماذا تأخذ الأنثى كذا من قال أن الأنثى تأخذ مثل نصف النصيب أخيها أو الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين هنا حديث عن الأبناء الأولاد في أولادهم وليس كل ذكر وكل أنثى وآية الكلالة تتحدث عن الإخوة فلذكر مثل حظ الأنثيين إذن الإخوة لما برثوا من أخيهم الذي ليس له أحد للذكر مثل حظ الأنثيين هنا الأولاد يريثون من الأب وهي طبعا فيهم مقياس برضو أخذ من الأخ هون أخ من الأب ربما نشير إليها يأخذون أيضا هذا الرجل اللي مات نفسه هو نفسه اللي مات هذا الرجل ترك أبا وأما فلكل واحد هما السدس تبقى الأب ذكر على ما أظن دكتور بس في بعض الحالات أنه ممكن الأنثى تأخذ مثل الذكر أو أكثر منه كأنها يتغيب عن كثير من الناس اللي بيعترضوا على هاي النقطة وبقول لكنه دايما كأنه يصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين كأنها دايما الآن اللي بدي أخذ النص القرآني بدي أخذه النص كامل زائد يجمع مع النصوص الأخرى ما بصير المثل الواضح جدا عند كل الناس ولا تقرأ بالصلاة طبعا فهموا نقرأ بالصلاة وأنتم سكارة نعم يعني فالآن بيقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين احنا قلنا بدايتها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للأصل المسلم يسلمهم لأن الله أوصى مش بحاجة نرجع ونركز على قضية يوصيكم الله في أولادكم وأن الله عليما حكيمة بالآخر الآية كما قلت إن الله كان عليما حكيمة الآن نفس الآية والآية الأخرى وهي قليلة جدا آيات الميراث لكن ميراث كامل الآن تعطيك أنه ليس صحيحا ما يقال أنه المرأة مظلومة والذكر بأخذ ضعف نصيب الأنثى أولا هو الكلام في الأبناء يوصيكم الله في أولادكم وفي آية الكلالة على الإخوة آخر صورة النساء الإخوة فلذكر من تلحظ الأنثيين بنفس الصورة فلاحظ أنه الأبناء الأولاد أولادكم ذكرون أناثا الذكر مثل حظ الأنثيين والرجل الذي توفى وليس متزوجا وليس عنده أبناء إخوته يارثونه أيضا الذكر مثل حظي الأنثيين طب بنفس آيات الميراث ليس دائما الذكورة والأنثة تكون بهذا الشكل هذا الرجل اللي مات أولاده الذكر مثل حظي الأنثيين طيب وقفوا هون هم طب أمه وأبو أمه وأبو الأب الذكر والأم الأنثى هذا بدهي كلهم يأخذ السدوس هاي الأنثى أخذت مثل الذكر تماما السدوس والسدوس لماذا ينسونا هنا أنه الأم الأنثى والأب ذكر اللي هو الجد والجد بالنسبة للأولاد هاي زي بعض هاي زي بعض إشي تاني نفس المثال هاي البنت اللي أخذ أخوها حصتين ويأخذت حصة وبركزوا عليها هي أخذت أكثر من جدها اللي هو ذكر اللي هو ذكر وأخذت أكثر من جدتها اللي هو أنثى وأخوها إيش طب أخذ حصتين أكثر منها للبنت هاي أخذ أكثر من جده اللي هو ذكر وطبعا أخذ أكثر من جدتها لأنه نفس النسبة معناته أنا لو أتطلع هذه القسمة هنا بنفس الحالة أرى أنه للذكر مستلحظ الأنثين فعلا الذكر أخذ ضعف الأنثى بنفس المثل الجد الذكر أخذ كالأنثى والأنثى أخذت كالذكر الآن الأبناء بكونوا أخذوا أكثر من الجد خاصة إذا كان ابن واحد وبنت وحده وتوزع الميراث بتلحصتهم كبيرة فبطلع الابن الذكر أخذ أكثر من جده الذكر وأكثر طبعا من جدته وأكثر من أخته والأخت أخته صح أخذت نصف مثل نصيبه لكن أخذ أكثر من جدها الذكر وأكثر من جده تعملوها الآن كتبوها على اللوح كتبوها على الورق أصبح أنها كالآتي الذكر يأخذ مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر الجدين الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى الأخ الذكر يأخذ أكثر من الذكر الابن أكثر من جده وأكثر من جدته والأنثى تأخذ أكثر من الذكر من جدها وأكثر من جدتها الأنثى هذه كل الحالات موجودة فلماذا يركزه فقط على يعني المقياس ليس دائما موضوع الذكورة والأنثى لا إنما موضع المقياس موضع من هو الوارث أين موضعه من الورثة من الورثة والورثة درجة قرابته للميت وليس درجة القرابة أيضا أين مكانه هذا الذي مات هذا أبوه هذا أمه مكانتهم عالية أمه وأبوه هذا ابنه وبنته لكن هذا الجيل الأب والأم الذاهب وهذا مقبل فيأخذ أقل هذا الجيل القادم يأخذ أكثر يعني الجيل القادم حكمة من الله سبحانه وتعالى هذا حكيما عليمة زي ما تفضلت والأي الكريم أشرت لها إن الله كان عليما حكيما طيب فيه نقطة قبل ما نغادر هذا الموضوع دكتوروني استكمل فيه نقطة يا حبذة أنه يعني أنه نوضحها أكثر أو نوصلة الضوء عليها أكثر له قضية كثيرة من الجيل الصاعد الآن خاصة من البنات كأنه عندهم ما بدي أقول عقدة بس عندهم نوع من الاعتراض الشديد عندما نتكلم أنه على قضية أنه للذكر مثل حظ الأنثىين أو تذكر هذه الآية أنه بتقول لهم أنتو مش زي الذكور أو يقال لهم أنتو مجزيهم بتقول لهم عندهم عقدة أنه معنى أنه مجزيهم هنا معنى ههين تفضيل فإحنا نقول لهم يا جماعة أنتو مجزيهم أنتو أحسن منهم بس هذا شيء وهذا شيء يعني في بعض البنات أنا في بعض المحاضرات بقول لهم يا عمو أنتو لما تيجوا تيحكوا أنه أنتو مجزي الذكور وليس الذكور مثلكم وإذا بنا نسخي قضية التفضيل يا سيدي أنتو اعتبروا حالكم أفضل منهم فقضية أنه التفضيل هذه كأنها عقدة أنه هذا يكون القرآن هنا يفضل الذكر على الأنثى فيريت أنه نبين أنه هل هو تفضيل هذا بالمعنى اللي يفهم أو يزرع كأنه في عقول الصبايا طبعا الفكرة كلها خاطئة من الأساس عندما يأمر الله ويتكلم الله لا يوجد تفضيل سمعنا وأطعنا بعد ذلك أنا بشوف الحكمة بشوف ربنا لماذا أمر بذلك بعد أن أسلم وآلتزم ما معنى أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد يعني سلمت أمرك لله الآن نفذ الآن هاي هي العبودية طبعا الإسلام لا يأخذ أجزاء يلاحظ الآن لما تطلع الجسم الإنسان نأخذ مثال الإنسان بكينونة هكذا الكاملة أجمل مخلوق على الأرض الإنسان دعك من التفاوت الجمال بين البشر وبين شخص آخر الإنسان كإنسان أجمل مخلوق لا يوجد مخلوق على الأرض أجمل من الإنسان يسأل أيها تحكي لي شو في مخلوق الأرض أجمل من الإنسان فراش يعني عصفير هي أسماك يعني أشجار ما في مخلوق الأرض أجمل من الإنسان طيب شو الجميل فيه هو كله هيك تركيبته جميلة أي إشي بي نقص فيه بيبين طرف من أصبه بيبين بيبين نقص زيد أي إشي مشكلة الإنسان جميل بخمس أصابع نقصه عن خمسة أو راح منهم جزء أو زادوا عن خمسة وإذا زادوا من صيبة وأحب يقول لك أنا بدي لأنا كم إيد إلي بدي عرف أشتغل هو أنا إلي عشر إدين طب لو ربنا أعطى عشر إدين بكون مشوه ما بيقدر تتصرف بعشر إدين ما نقول لك يا ريت كم إيد عشر إدين أشتغل لا لأن تركيبت عقلك وعنيك ودنيك وحركة كلها متوافقة مع إدين ثنتين وإي شيء خلاف الناس بيقول وله هذا خلقته مشوهة سواء زيادة أو نقص نعم أو تشويه طول أو قصر في اليد أو كذا يعني الإيد مكانها إيد طويل ووصل للأرض نقول لك منيحة ولا بطول من الرف بس لا صار مش جميل الآن لاحظ الإنسان تطلع عنه يقوله عنه عنه حلوات وجميلات إنزال عين وحطها على الطاولة لا أحد يحتمل المنظر نعم لا الوجه بدون عين بشكله الطبيعي ولا العين الجميل لوحده بيقول بصير راجع بقول لك شو هذا بطل تفرج مش العين حلوة خدها تفرج عليها شو أتفرج العين حلوة بمكانها والجسم حلو بتناسقه فإنت تيجي تأخذ قضية من الشرع بتتفرج عليها لحالها ما بيحدث التكامل شو للذكر وصل حذر الأنثى نحن حكينا في الآية نفسها حطها بنفس الآية بتشوف تكامل الآن بيقول لك أن الله فضل كيف رضنا سبحانه وتعالى الخالق هو الخالق هو ربهم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كيف بدي يفضل الذكر على الأنثى يعني خلق آدم وخلق حواء والعلاقة بينهم تكامل وليس التفاضل نحكي بالرياضيات لا يوجد صراع بين الذكر والأنثى أصلا تكامل لأنه إذا حكيت في صراع طب شو الصراع بين الليل والنهار شو الصراع بين السالب والموجب في الأقطاب شو الصراع بين الحرارة والبرودة وهكذا في كل الكون في تكامل بين الحرارة وين البرودة في تكامل بين الليل والنهار تكامل بين الصف والشتاء الذكر والأنثى لاستمرار الحياة فالآن نرجع فن في بعض المشايخ مبارح سمعت على اليوتيوب مقطع بيقولك أنه الله سبحانه وتعالى فضل الرجال لأحد المشايخ بدون ذكر أسماء بيقولك أنه الله فضل الرجال على النساء هيك بيحكي هو مطلقا فأنا قلت مصيبة هذا الكلام اللي بيحكي أنه هذا التفضيل مطلقا هذا يعني نعم هي مصيبة وهو غير مصيبة في كلام حقيقة لماذا إذا فضلت الرجال على النساء تبع الرجل كأب كيف يمكن يكون أب بدون كل زوجة أنثى كيف تتخيل رجل وأب نعم وليس له زوجة أنثى نعم تنجب له الأبناء يعني كيف هما زوجان كل واحد منهم زوج إذا اختف الآخر الآخر لا يصبح زوجا يصبح فردا نعم فهذه القضية يعني خطأ خطأ في المنى بماذا فضلهم هل فضلهم في أمر لكن فضلهم بأمر آخر لاحظ لما ربنا قال ويا أهدم أسكن أنت وزوجك الجنة هو هو المخاطب لكن لما صارت المعصية إجت عليه وعصى أهدم ربه فغوى وموسى لما التقى بأهدم في عالم البرزخ قال له أنت أهدم أبو البشر أنت أخرجتنا أخرجت نفسك وذريتك من الجنة يعني تحمل المسؤولية آدم فوين الشرف إلى والفضل لما قال له أسكن أنت وزوجك لما وقعت المشكلة ترعت براسه هو لما الرجل هو سيد الأسرة ما معنى سيد الأسرة السيد المطلق قطعا لا مستحيل أن يكون سيد المطلق هو مدير هذه المؤسسة كطائرة كحافلة كسيارة في سائق واحد فاش يكون سائقين بس هو تحمل كل المسؤولية بعد ذلك طيب هو سيد الأسرة وكل الأسرة على رأسه وسيحاسبه وكلكم راعا وكلكم مسؤولين برايتك هو مفهولية مقابل يعني فهنا فليست وهي لهاي الكريمة يعني بعد ابنك دكتور قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فهناك الرجال مفضلون في جوانب والنساء مفضل في جوانب وهذا والتفضيل ليس مطلق من قطعا فلاحظ إذن لكل واحد له جانب حقيقة وإله يعني الله عز وجل في خلقه التكامل لا يوجد نقص في خلقه هو الخالق جل في علاء فعندما يأمر أليس هو الخالق العليم الخبير اللطيف الودود بل هو إذن كيف تقول ظلمني كيف يظلمك وهو حكم العدل وهو اللطيف ثم أليس الذكر والأنثى هم عباد لله كيف زائد هل تتخيل الذكر دون أنثى والأنثى دون ذكر لم يكن عنده واحد بنات البنات ولدتهم أنثى وأبوهم الذكر إذا كان في أولاد ذكور أبوهم الذكر وأموهم الأنثى زي ما يقول بعض الناس أخ منكم يا بنات حوة هدول مش بنات حوة هدول بنات آدم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نتكلم عن الحيض قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم الناس يقول له يا بنات حوة من باب التهكم تتهكم على أمك مش أمك من بنات حوة أنت يا بنا آدم أنت يا رجل بتقول يا بنات حوة فش أعطل منكم يا بنات حوة هم هي إمك ببنات حوة، بناتك ببنات حوة، خواتك ببنات حوة يقولك لا أنا ما بقصد لا أمي ولا خواتي ولا بناتي ولا بتقصد مين ولما المرأة بتقول أو البنات بقوله جنس الرجال فيش أعطل منهم جنس الرجال أبوكي من جنس الرجال وكلمتك أخطر من الرجل ليه؟ لأنه جنس الرجال الأنبياء والرسل كيف؟ كيف تتجرع على هذا الكلام؟ كيف؟ ففيش تفضيل بين الذكور والنص بعضكم من بعض لا يوجد إناث بدون ذكور ولا ذكور بدون إناث فاختصر وأنت من هنا نبدأ لكن إذا أردت أنك تنظر في نفس القضية هنا عندما يأخذ الذكر مثل حظ الأنثين خلينا نشوف هذا الذكر الذي يأخذ مثل حظ الأنثين هل هو متزوج؟ أم لا؟ وأنت اللي أخذت مثل نصر نصيبه هل متزوجة أم لا؟ ويحسبوها الآن نحسبها على الحالتين إنه متزوج هذا الذي أخذ مثل حظ الأنثين متزوج الحظ اللي أخذ الحسطين خلينا نحكي بالأرقام إفرط طلعه لعشر تلاف دينار وهي خمس تلاف هيك أسهل هل أخذ عشر تلاف؟ هو مسؤول عن أمه الموجودة المازلعة عقيدة الحياة أبوه مات وترك أمه نعم هو مسؤول عنها وجده وجدته إذا موجودة إذا فيش غير هم مسؤولين هو بدي يكون مسؤول عنهم إذا فيش شي غيره طيب خلينا الآن من الجد بالجدة لكن بدخله هو متزوج مش بدين نفقع زوجته؟ من العشر تلاف وبدين نفقع أمه؟ من العشر تلاف وبدين نفقع أولاده وبناته؟ وإذا أخته مش متزوجة؟ من العشر تلاف الآن وإذا أخطف في كفالته بدي أعطيها طبعا وإن كان يعني هو من باب البر لا بس هو وظيفته إذا هي مش متزوجة وما في حد منفق عليها هو واجبه ينفق عليها نعم باب البر لأن هي بصبتها عنده يعني أخص بر يعني بيقول لك ما هي أنا مش أبوها بس أنت أخوها نعم يعني بدي ينفق خلينا إحنا بلاش ضيع القضية فالآن ورحوا العشر تلاف؟ طارو طب وإذا مش متزوج؟ مش بدي تزوج؟ مش ديدفع المهير؟ مين ديدفع المهير؟ هو مش الخطيب اللي خطبه ديدفع المهير الآن بدي يدفع من العشر تلاف طبعا بزماننا راحوا على الخطبة وعلى الحفلة وعلى راحوا طب مش بتصير ينفق عليها أصبحت زوجته وذا خلافات راحوا العشر تلاف الأخت اللي أخذتها إذا مش متزوجة بتاخد خمس تلاف وتخبيهم مش مطلوب منها تنفق على أي إنسان إما أخوها مكلف بالإنفق عليها أخوها ممكن نعم هل هي مالها بنضم إلها؟ إلها طيب إذا إجا واحد خطبها الخمس تلاف اللي إلها إلها ما إلها فيها وبدي يدفع لها ماهر وبدي ينفق عليها وإذا هي متزوجة أصلاً زوجها ما إلو حق في الخمس تلاف اللي أخذتهم من أهلها ولا شيء الإطلاق هذا ما إلها وأولادها ما إلهم حق لأن أبوهم بصرف عليهم هي بدها تنفق من ذات نفسها هذا إشي تاني مش موضوعنا فلاحظ مين اللي أخذ أكثر حقيقة هي زائد إنه هي المقياس في الميراث اللي ذكروا في الحظ الأنثان أنا حظي خمس تلاف إذا أخوك عشرة مش هو حظه عشرة تلاف إذا أنت خمسة هي المقياس مين الخسران هون إذا فردنا فيه خسارة اللي ذكر هو المكلف الآن بدك تأخذ زي الأنثى ماشي بدك تترك شرع إلا ما بصير نخل نص الشرع بدك تأخذ مثله ماشي اعمل له بدكم إياه هو بأخذ عشرة تلاف وأنت عشرة تلاف كل أخ عشرة تلاف الآن اتركوا شرع إلا كله مش بس بهاي الآن لما بيجي واحد بدي يخطو بك كم المهر؟ ثمان تلاف منه أربعة ومنك أربعة كم أجرت الدار؟ ألفين دينار في السنة منه ألف ومنك ألف روح جيب لنا كيلو خبز منك شكلين ومنه شكلين وهكذا طول الحياة راح تكون ولا إنت بس دك تأخذ زيه في الميراث وهو اللي يدفع المهر ويدفع النفقة ويدفع 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 يترك الشرع كله وتفضلوا قسمه مناش نحكي مبروك عليكم ودبروا حالكم حتى القبر رب العالمين يوقع الناس في حرج وضيق وضنك سبحان الله قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكة وهذا الأمر بيصير عندما يحصل هناك انتقائية يعني اسمح لي أني أنا ألخص أبرز اللي تفضلت فيه أنه قضية الله سبحانه وتعالى عندما يوصي إذا كان الإنسان يحترم وصية والده أو جده فالأجذر به أن يحترم وصية الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حكيم عليم وهذا عقب آية المواريث وقال إن الله كان عليما حكيمة يعني أنت كمؤمن تؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى المطلقة ومعنى إيمانك بصفات الله المطلقة أنه لا ظلم لا تحيز لا ميل إلى أحد الشقين الذكر أو الأنثى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والأنثى موضوع الميراث من الموضوعات اللي يؤخذ كاملا متكاملا لا يجوز الإنسان أنه يأخذ به والمسلم الحق هو الذي يسلم بقضاء الله سبحانه وتعالى دائما وبحكمه فهو المتصف بصفات الكمال ومنها العدل المطلق كان بودنا أنه تطول الحلقة أكثر لكن الوقت دكتور أدركنا لعلنا نستكمل بعض الأمور الأساسية والرئيسية أو التفصيلية ممكن تكون في حلقات قادمة بإذن الله تعالى اسمح لي أن أشكرك شكرا جزيلا كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شهاد هذه الحلقة وتابعها معنا أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة